شروط حساب التوفير يقبل بنك الكويت الوطني مصر إيداع المبالغ في حساب التوفير بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية التي يحددها البنك تعتبر قصائم الإيداعات في حساب التوفير بمثابة إيصال من البنك أما المسحوبات فتتم بموجب التوقيع بمعرفة صاحب الدفتر على إيصال السحب المعد لهذا الغرض بمعرفة البنك لا يجوز صحب مبالغ من حساب التوفير إلا من صاحب الدفتر أو وكيله بموجب توكيل يقبله البنك وفي حالة وفاة صاحب الحساب لا ترد المبالغ المودعة إلا لورثته الشرعيين وبعد تقديم المستندات الدالة على ذلك كما لا يسمح لعديم الأهلية بصحب كل أو بعض المبالغ المودعة في حساب التوفير بأسمائهم إلا لمن يمثلهم قانونا أو بتصريح من محكمة الأحوال الشخصية إذا لزم الأمر تضاف العوائد إلى حساب التوفير أيًا كان تاريخ فتحه عند نهاية الفترات التي يحددها البنك أو في تاريخ تصفية الحساب للبنك الحق في أي وقت تعديل سعر العائد أو شروط هذا النظام بعد إختار العميل وفقاً للبند العاشر الخاص بالإختارات والمراسلات ويعمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ إعلانها للبنك الحق في أي وقت أن يخصم من حساب التوفير أي عمولات أو مصاريف أو مديونية مستحقة للبنك على صاحب حساب التوفير والمعلنة بتعريفة الخدمة المصرفية بفروع البنك والموقع الإلكتروني للبنك يمكن الاقتراض بضمان دفتر التوفير وبالشروط التي يحددها البنك يخضع المودع لشرط هذا النظام دون تحفظ بمجرد توقيعه على استمارة فتح الحساب تخضع كافة الشروط والأحكام عليه للقانون المصري وفي حالة النزاع فإن المحاكمة المصرية هي جهة الاختصاص المعترف به في نظر هذه النزاعات والفصل فيها على اختلاف أنواعها ودرجاتها